هناء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي وملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم دعا شيخ الأزهر في بيان له المسلمين حول العالم لاغتنام هذا الشهر الكريم في الطاعة والعبادة وفي صلة الأرحام ومديد العون للفقراء والمحتاجين ونبدأ كل أشكال الفرقة والخلافات وأن يرزق الله أمتنا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يجنب عالمنا شرور الحرب والصراعات شكرا